كما ينضمه علينا من الجزائر عبد الرحمن صالح المحامي والباحث في شؤون الدستورية سيد عبد الرحمن على المستوى الإجرائي تقدم الرئيس بوتفليقة إلى هيئة الانتخابات بأوراق ترشحه حتى اللحظة لم تعتمد هيئة الانتخابات أوراق بوتفليقة صحيح؟ من الممكن أن ترفض هذه الأوراق صحيح؟ من الناحية الإجرائية أو من الناحية الشكلية نعم يمكن للهيئة الدستورية المجلس الدستوري أن ترفض ملف ترشيح عبد العزيز بوتفليقة وهو ما حملته المطالبة الجماعية للمحامين الجزائريين سواء في البيان الصادر عن اتحاد منظمات المحامين الجزائريين بالأمس أو سواء من خلال المسيرة التي دعت إليها ونظمتها منظمة محامي الجزائر العاصمة اليوم طيب الرسالة التي حملها المحامون إلى المجلس الدستوري دققت وحصرت الخروقات القانونية في إعلان ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة ما هي سيد عبد الرحمن هذه الخروقات القانونية؟ هناك نقطتين أساسيتين النقطة الأولى في كون أن المرشح عبد العزيز بوتفليقة لا يتمتع بالصحة أو اللياقة البدنية والعقلية التي يشترطها الدستور بنص المادة 140 منه والذي يحتم أن يكون من ضمن شروط الترشح تمتع المرشح بلياقته البدنية والعقلية الجميع يعلم سواء في الجزائر أو في خارجها وليس سرا يكشف أو يذع أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة موجود في مستشفى أجنبي في مستشفى بجناف السوسرية ليتعالج والأخبار الواردة من هناك أنه في غرفة العناية المركزة لسوء وضعه الصحي مما ينفي تماما تمتعه بلياقته البدنية وقدرته الصحية على بمارسة أعبائه كرئيس للدولة النقطة الثانية المادة الثامنة والعشرون من النظام الداخلي للمجلس الدستوري توجب على المرشح للانتخابات الرئاسية أن يقوم بإيداع ملف ترشيحه بنفسه وهو ما لم يتم في قضية أو في حالة المرشح عبد العزيز بوتفليقة الذي انتدب مكانه مدير حملته الانتخابية عبد الغاري زعنانة الذي حام بإيداع ملف ترشيحه بذلا عنه وهو الخرق الثاني في عملية إعلان ترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة الجمهورية وهنا السؤال الأهم ربما سيد عبد الرحمن على ماذا يستند المجلس الدستوري في الجزائر فيما يتعلق بتقديم الأوراق بالإنابة المجلس الدستوري كان قد أصدر بيانا يوم الثالث مارس ردا على تصريح السيد دربال رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات الذي لم صرح بوجوب أن يتقدم المرشح شخصيا إلى المجلس الدستوري لأمانة ضبط المجلس الدستوري لإيداع ملفه فرد عليه المجلس الدستوري في تصريح بأنه لا يوجد نص قانوني يمنع المرشح من توكيل غيره في تقديم ملف ترشحه في حيث أن المادة 28 من نص النظام الداخلي للمجلس الدستوري نفسه تلح أو توجب على المرشح أن يتقدم بنفسه لإيداع ملفه يعني المجلس الدستوري للأسف الشديد أخشى ما أخشاه أنه ينتقل من كونه مؤسسة دستورية مهمتها حماية القانون وكونه حارس على الدستور إلى مؤسسة مهمتها حماية أشخاص وليس حماية الدستور وهذا لا يليق بهيئة كالمجلس الدستوري الذي يفترض أن يكون بمقام محكمة تحرص الدستور وتعمل على صيانته وتطبيقه التطبيق السليم عبد الرحمن صالح المحامي والباحث في الشؤون الدستورية كنت معنا من الجزائر فشكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر